خلينا كده مشاهدينا ناخد جولة سريعة على آخر الأخبار المتداولة في أول أخبارنا اليوم لأول مرة وأيضا نتيجة لمبادرات رؤية المملكة 2030 المتمثلة بالتشجير وأيضا زيادة الغطاء النباتي في مدينة الرياض سجلت صفر عواصف غبارية خلال عام 2023 وهذا طبعا بحسب ما نشر الحساب الرسمي لاستدامة الرياض على منصة X كيفك مع الغبار يا أودي؟ لا أنا في منطقة بنيان فالغبار عندي طبيعي ومتعودة على هذه الفترة لأن المنطقة لسه جديدة أنا قلت منطقة بنيان لآن بس ما شاء الله المناطق الثانية اللي خلاص بنت وقامت لقوتها إلا باللاحظة إذا لاحظت يا رؤى الغبار فعليا كان صفر أنت قبل شوي قلت صحيح لسا كنا نحكي أنا أودي تحت الهواء وكنت أقول لها يعني قاعدة ببا شوف السنة اللي فاتت واللي قبلها السنة اللي فاتت مقارنة باللي قبل لا الوضع فرق معاي كثير يعني طبعا هذه بناء على الجهود اللي كانت قايمة بيها مدينة الرياض موضوع التشجير أو الغطاء النباتي لها أهداف كثير أول حاجة تحسين مستوى الجو أكيد لما يتحسن الجو يصير الناس بتطلع تمشي فيكون حتى تحسين لنمة الحياة الطبيعية حتى التسوير اللي بيسوؤوا دي حتى إنهم يحافظوا على مياه الأمطار إنهم يحافظوا قد ما يقدروا على المياه الطبيعية وغيرها حتى يستفيدوا منها في الزراعات أنواع الأشجار كمان اللي بيستخدموها في الغطاء النباتي أو التشجير هذه كمان لها دور بحيث أن يكون فيها استدامة أكثر بحيث أنها تستمر مدة أطول وفي نفس الوقت يكون مردودة إيجابة على طبيعة الرياض وصحة أكيد ترجمة نانسي قنقر